لما نيجي ناخد بعض النقاط هتشوف انه النهاردة زي ما كلنا عارفين وكلنا تابعنا وشاهدنا انه الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ايمانوال مكرو وكان عندهم في هذا اليوم القمة المصرية الفرنسية بالقاهرة علشان جهود وقف التصعيد في غزة ده عنوان عريض مهم جدا اذا القمة بالتأكيد لاجل غزة والاوضاع الراهنة على الاراضي الفلسطينية بعد هذه المباحثات او بعد هذا الحديث فتم عقد المؤتمر الصحفي المشترك ما بين فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ايمانوال مكرو خليني هستأذن حضرتك في ان احنا نسمع مقتطف من كلمة الرئيس الرئيس السيسي بطبيعة الحال وبعدين هنرجع نعلق او نفند او نشرح هذا الكلام لحضرتكم خليكم معادة اتفاقت مع فخامة الرئيس على اهمية ان الازمة الحالية لا تتسع لتشمل يعني عناصر اخرى او مناطق اخرى ويبقى بس يقتصر الجهد والعمل اللي احنا بنعمله على ان احنا نحتوي التطورات اللي بيتمر بقطاع غازمة ده معناه ان احنا ببساطة بننظر بخطورة شديدة جدا من اتساع دائرة العنف وان يشمل اطراف اخرى داخل الاقليم او المنطقة ومخاطرها الشديدة جدا على الاستقرار والامن في منطقتنا واحنا توفقنا على ان النقطة دي محتاجة ان احنا نتحرك ونعمل بشكل مكسف فيها من اجل منع مزيد من التظاهر في الموقف في منطقتنا ايضا تكلمنا على اهمية احتواء وتحديئة الموقف في غزة وهنا بنتكلم ولازم اسجل دي اولا لتفاهم رئيس مكرون الحقيقة لفكرة ان عملية النزوح او الهجرة او الخروج من القطاع في اتجاه الاراضي المصرية امر شديد الخطورة وتوافقنا على ان ده امر مش احنا في مصر مش هنسمح به فقط لا ده خطر جدا على القضية في حد ذاتها لان ذكرت النهاردة قضية حل الدولتين وده امر ايضا توافقنا عليه على ان هو غياب الافق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان احد اسباب التدعيات اللي احنا شفناها مش في الجولة دي في خمس جولات من الصراع خلال العشرين سنة اللي فاتوا تعالي ناخد من اخر جملة تحدث فيها الرئيس في الحتة اللي احنا سمعناها دي انه غياب الافق السياسي هو اللي ادى للوضع الراهل مش بس في الجولة دي زي ما شرح الرئيس والنصا وانما في الخمس جولات الماضية غياب الافق السياسي غياب وجود اي شكل من اشكال الحلول السياسية او الحلول الدبلوماسية يمكن واحنا بنتكلم على هذا اللقاء او هذه القمة ما بين الرئيس السيسي وما بين الرئيس الفرنسي وفي نفس الوقت لازم نبص على نقطة مهمة جدا انه فرنسا بتثمن جدا تعاونها مع مصر الدبلوماسي والضرب مثل حتى ضرب الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون بانه كانت جهودنا المشتركة في القضية او في الازمة الليبية دائما ما كنا على توافق وبالتالي التعامل ما بين مصر وفرنسا سياسيا ودبلوماسيا دائما يثمر بنجاح يثمر بانه نصل الى حلول يثمر بانه نستطيع وضع افاق للحلول السياسية نقدر ان احنا نحط آليات للحلول السياسية ماكرون نفسه هو اللي ضرب المثل بالملف الليبي على سبيل المثال من ناحية اخرى هرجعك بقى مرة تانية لكلام الرئيس في هذا المؤتمر الصحفي اللي عقد بعد القمة المصرية الفرنسية بالقاهرة الرئيس كان واضح جدا في انه اولا رفض تام لمسألة تصفية القضية الفلسطينية او قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة على حساب تهجير اكتر من 2 مليون بني ادم الى مصر والرئيس كان واضح وقال المسألة مش بس لاننا بالطبع رفضين ده لكن المسألة كمان مرتبطة بانه ده هيؤدي الى اتساع رقعة الصراع في المنطقة وبالتالي هيشمل عناصر اخرى هيشمل مناطق اخرى خد بالك طيب وتم التوافق على وجهة النظر المصرية ما بين الرئيسين مصر وفرنسا ده على سبيل المثال في نفس المسألة انه حصل بالفعل توافق واضح جدا على انه الاوضاع الانسانية اللي موجودة في غزة هي اوضاع متردية للغاية وانه مصر هتفضل تشتغل طول الوقت على ايصال المساعدات الى اهالي اهلين الفلسطينيين في غزة وانه هناك توافق على وجهة النظر دي زي ما فيه توافق على انه كل الجوانب او الجانبين على الاقل في ظل قمة اليوم مصر وفرنسا متفقين على ادانة ضرب او استهداف المدنيين من الجانبين وهنا الرئيس الفرنسي اتكلم في النقطة دي لما خد الكلمة بتاعته وقال انه فرنسا او باريس ما عندهاش ازدواجية معايير وانه احنا قادرين جدا انه احنا نشوف ونتفاهم بؤس الاوضاع الانسانية اللي بيعاني منها الفلسطينيين في غزة وان احنا هنعمل على ايجاد حلول بحيث ان احنا نضمن امن امن وامان المدنيين من الجانبين احنا في كل الاحوال مصر طول الوقت ضد باي شكل من الاشكال استهداف المدنيين ايا كانوا هم مين ايا كان مصر بتتعامل مع ده طول الوقت بمنتهى الانسانية مدني هنا مدني هناك هو بني ادم ولا يجوز استهداف المدنيين تحت اي ظرف من الظروف اذا تصل فيه او يعني ولسه هنكمل الكلام لكن تصل الى من وجهة نظري ضرة التاج في هذا الحديث او في هذه القمة هي انه الرئيس الفرنسي نفسه قال انه احنا هنبدأ نشتغل بالمشاركة مع مصر لاجاد عملية سلام شاملة في المنطقة فيها حل الدولتين يعني هنا بقى بص المسألة فين المسألة انه مصر تتبنى مسألة حل الدولتين على حدود ما قبل 4 يونيو 1967 بانه القدس الشرقية هي غاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة فييجي الرئيس الفرنسي ودي حاجة مهمة جدا لانه فرنسا هي تقريبا صاحبة مش تقريبا هو ده الواقع هي صاحبة التأثير السياسي الاقوى في دول الاتحاد الاوروبي وواحدة من اكبر الدول صاحبات التأثير السياسي في القرار الدولي بشكل عام فاحنا هنا بنتكلم على توافق ما بين الرئيسين على وضع حل ديبلوماسي وسياسي وعملية السلام شاملة داخلها حل الدولتين على اسس او على حدود ما قبل 4 يونيو 1967 وزي ما كنت بقولك في الاول يعني الرئيس الفرنسي نفسه ثمن المشاركة او بالاضق ثمن التعاون المشترك ما بين القاهرة وباريس في الملف اللي بدا نسألك على هذا الكلام من شوية اذا هناك خبرة في مسألة كيفية التعامل والمشاركة المصرية طب هذه الخبرة اسفرت عن ايه؟ اسفرت عن انه هناك نجاح واثمار حقيقي عندما نتعاون مع القاهرة وباريس قادرات دائما على ايجاد الحلول وايجاد التوافقات وايجاد افق سياسي وايجاد آليات للعمل وحضراتكم فعلا شايفين ما يحدث في الملف اللي بانه بيتحرك الحقيقة بشيء من الجدية لبأسة بها على الاطلاق ومشيين كمان في هذا الاطار لكن هرجعك على نقطة تانية مهمة جدا نتكلم فيها الرئيس الرئيس قال انه لازم نبقى كلنا فاهمين وده من واقع تراكم الخبرات انه تفكيك الجماعات المسلحة بياخد وقت طويل جدا تاني تفكيك جماعات مسلحة بياخد وقت طويل جدا وانه ده من واقع تراكم خبرات يعلمها الجميع اذا الوصول للحل الدبلوماسي في وجهة نظري انه ده در التاج هذه القمة درة التاج القمة بها الكثير من الثمار بها الكثير من التوافقات